قبل المباراة كبيرة هددتوا بالانسحاب لانتوا مش هتلعبوا المباراة يعني كل الكواليس عايزين نعرف من الحركس العميد يعني ايه اللي حصل و ايه اللي تم و بعد كده تم معالجة الامر الكواليس كان فيها ايه؟ والله الاسف ان الامر تعالج الساعة كان سبعة اللي تلتي يعني الموديل الفاني ما واش عارف هي لعبة المباراة ولا مش هيلعبها و قلتوا لأ لازم تلعبها عنده 12 لعيب بس متقايد صحيح 19 لعيب لما فيهم سبعة مصابين فطبعا كان فقدوا التركيز ده اول حاجة ولكن هما اثناء المباراة احنا عاملين ماتش كويس اوي كرة واحدة اللي راح تلقون للأسف عندنا دخلت جونه وعندنا ضرب الجزاء وكورة في العرضة وانفرادات انما هو ما فيش نصيبه الحمد لله قدر الله ومشاء فاعل بس كنا نتمنى ان الماتش ينتيب لضربة الجزاء لكن الحمد لله لكن حل المشكلة كان ازاي حاجة والله احنا قاعدين لغاية الساعة 6 وربع عمال باتصل بكل مسؤولين في اتحاد الكورة اللي قافي تقريفونه واللي مبيردش يا جماعة عندنا مشكلة ما عنداش حراشة لعيب ننزل بيهم الملعب اللي غاية لما اطلت اتكالب من كابتن متحد للأمانة هو اللي اترد عليه وحل المشكلة جزئيا ولكن يا كابتن متحد اللي انا بقولولك احنا مش معقولة طب انا اعمل ايه النادي قاعدين معنا يوم الخميس هنروح نقعد الكلام ده ما ينفعش كده وابنتمنى من اتحاد الكورة حاجة محمود الشامي ما يتشطرش على النادي اسماعيلي احنا برضو ادارة مسؤولة عن بلد وعن فريق والكلام ده ما ينفعش كده احنا اعمل ما نقعد معاك لكن اتكت طالب منه عشر وعشر مليون جنيه في تلات سنين هو انا لقى الدنيا وقفة وبعدين ده موسم كان فيه ثورة وموسم كان فيه ما تلعبش يعني هدفع مصحقات ايه يعني واحد غيري بيدي لعيب ملعبش مطش طول العام اتنين مليون ونص طب انا اعملهم له ازاي احسن لعيب عنده بياخد مليون ومتين الف جنيه دلوقتي بس كل اللعيب اللي بياخد تلتمية وربعمية وخمسة ومية وهنا بنقضي الدنيا ما تصعبهاش علينا وبتمنى من اللعيب اللي بروحش تكو النادي دول لعيب عليكم اللي مدايقني انه لما يفضل واحد في اسماعيليه مبارح يقول مطش مش هتلعب النادي اسماعيليه حيتوقفه بكرة رغب ان احنا كان كلامنا مع الحاجة محمود الشامي خلاص لكن هو حد يقول في اسماعيلية يعلم في طلاق ببيته ان المطش ما هتلعب وهتوقف عارف منين الكلام ده ولغاية الصبح الموضوع منتهي ايه اللي حصل قبل المطش بساعة مش عارف مين عنده القوة دي ان يدي تعليمات كل يو في تليفوناته احنا خلاص وهم تيجي قبل ساعة قبل ساعة وتقول لي مش مش مقيد لك لعيبة الاسف كل عيبة كانت موجودة في المدرجات النهاردة لان هو اعمال بيكون مسد علاقة جنالة وثلاثة او اربعة بتمنى ان الموضوع ده ما يتكررش النادي اسماعيلي نادي كبير وما تخنقناش كده وما تزنقناش كده لان الجامهير برضو مش احنا جامهير نادي شعبي ماينفعش وماينفعش قال نادي زمانك معروفش فلوس المعروف مين ومين ومين كنوا قدم تظلم وحنا قدمنا مين تظلم مدام قدم تظلم بقى خلاص قدم شيك بقى خلاص طبعا احنا قدم ناشكات ونقول استنى عشان نتفهم مع اللعيبة لكن الموقف كده ماينفعش حد مايرضيش حد ومايرضيش ربنا حد بتمنى انت تتحد الكورة يبوصنا دي اسماعيلي وزايا ولانديها الشعبية اه ولو زمالك واسماعيلي انما حنكلمي مكانين اه اتمنى ان احنا ان احنا ننظر بعين اه كويسة كده وما انساعدش الامور وماينفعش ما تردوش علينا كلمونا هالجأ لي مين الدنيا كلها ما تردوش علي لاسف اه 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 الكابتل الحمد المصري قال لي احنا برا اه عايز اللعبات لو سالة احنا برا كل ما بيردش وبعدين اه وبعدين الحاج محمود مفروض ان اكلم تسكرتيري النادي سكرتيري الاتحاد الكورة اللي سيد فوزي غانم رد مرتين وقلت له ياه لو سمعت ما تمشيش ساعة ستة والماتش ساعة سابعة يعني ينفع كده فرقة تبقى عاملة كده فرقة تحت مستنية ستة مش عال فرقة بالماتش ولا ملعبوش اه قدر الله مش عال فعل واحتوينا للازمة اتمنى ان لا ما تكررش